مساء الخير ازايكو شباب الاخبار معكم اخوكم دكتور عمر عبدالله اهلا بيكم في فيديو جديد كنا اخدنا الفيديو الفات البكتريو فاجي وعرفنا انه ده فيروس بيعدي البكتريا وبكتريو يعني بكتريا فاجي يعني بياكل فده فيروس بيعدي الايه البكتريا وقلنا عشان نتكلم عليه الورقة دي سكيمة مهمة جدا لما للشابتر كله هنتكلم عن التركيب بتاع الفيروس ونتكلم عن ونتكلم عن الاهمية بتاعته عرفنا ان الستراكشور هو بيتكون من هيد وتيل ونيوبليك قسط الهيد الهيد الهي الراس والتيل اللي هو الديل بتاعه ونيوبليك قسط الهي غالبا بيبدي النيه لكن الربليكاتينج سايكل دورة التقاصر كان هو بيجي يقف على البكتريا في حاجة اسمها بعد كده يختاركها بعد كده يضاعف الدي ايه او يضاعف نفسه ويكون بكتري وفاجهات كتيرة ويتقلعها برة في خطوة اسمها الريليس الهمية بتاعتها انه مهمة عشان ادرس اللي هي الهندسة الوراثية اللي هو مسلا لو عايز اقرر كتير وعالج مرض السكر مهم في السيرابيل لو علاج والعدوى لو حد عنده او عدوى بتديله بكتريا وفاجهات يقضي على البكتريا يعني يحدد نوع البكتريا من خلال البكتريوفاج وده طبعا كلامين مذكرة وبرضو مهم بس الاسكيمة ايه لامة الدنيا ولامة الكلام ده كله فرق ايه واحدة نيجي بقى المهم بقى وموضوع النهاردة الجينات في الانسان بتبقى مسؤولة عن تناقل الصفات الوراثية زي مسلا ابو ام عنهم خضرة فابنهم يطلع عينو خضرة ابو ام شعرهم اصفر فيورسوا صفت الشعر الايه الاصفر تقولي طبعا احنا في مصر هنا يا دكتور ما بنورسش غير المناخير الكبيرة ما علينا عادي ولا ايه امك خلي بالك اسمه ايه ده البكتريا بقى مش هتورس كده البكتريا مش هتورس لون العين الاخضر ولا الشعر الاصفر لأ البكتريا هتورس انزيمات شريرة بتعمل شر اصلا وظيفة البكتريا ايه البكتريا وظفتها انها بيتطلع سموم عشان تموت الخلاية وتاخد غزائها تعم فهايه دي وظيفة الايه وظيفة البكتريا هو يا دكتور مش كل بكتريات شريرة اقول لك لا في بكتريات طيبة خلي بالك مش كل بكتريات شريرة انه في بكتريات طيبة عايشة في جسمك وبتفيدك وبتحميك زي النورمال فلورا اسمها ايه تاني يحفظها. النور مالفلورا. النور مالفلورا دي يعيشها في جسمك في الامعاء. وبتكون حاجات مهمة جدا زي الفيتامين كي المهم لها عامل للتقلط. اللي بيعملها عامل للتقلط. فعشان كده يا ولاد مش كل بكتريات شريرة. ده في بكتريات مفيدة وجميلة. تمام? فالمشكلة والمصيبة بقى ان بكتريا شريرة تدي جين شرير لبكتريا طيبة. فتحاول البكتريا الطيبة لبكتريا الشريرة. مش فهم يا دكتور اهي. دي بكتريا شريرة عندها الجين الشريرة اهو. ودي بكتريا طيبة اهي زر او جميلة ما عندها الجينات. يقوم الجين الشرير ده ينتقل اليها. اهو. فتصبح البكتريا الطيبة بكتريا ايه شريرة. وهي دي مشكلة اللي هندرسها ايه دلوقتي. تعالى بقى ندرس تعريفات مهمة جدا للنظرية مهمة جدا. اول حاجة الجين. يعني الجين. عشان تفهم الجين هديك رسم مهمة جدا. ادي الخلية. الخلية بيبقى فيها نواة. النواة بيبقى فيها ايه? كروموسوم. جميل? كروموسوم طلعه لي كده برا? اهو كروموسوم يا دكتور. قال لك الكروموسوم ده بيبقى فيه دي ان اي. اللولا بالمزدوج ده. ادي طلعه. اللولا بالمزدوج الدي ان اي. قال لك كطعة كطعة من الدي ان اي. بنسميها الجين. بيبقى تتابعة من نيكلوتيديات مسلا اي اي جي. كده. ده بنسمي ايه? بنسميه جين. الجين ده لما بترجمه بيديني صفة. بيديني طبعا في البكتيريا بيديني توكسن او انزايم او سم مضر. لكن في الانسان بيديني صفة مسلا العين اللي اخضر هو كزا. فالجين خلي بالك ده مسؤول عن الوراصة. والجين ما هو الا سيجمنت يعني قطعة من الدي ان اي. كطعة من الدي ان اي. طب لو قلت لك الجين موجود على الكروموسوم صح او لا غلط? صح. ما خلي بالك ما الكروموسوم موجود عليه الدي ان اي والجين جزء من الدي ان اي. فبقى هي هي. يبقى خلي بالك الجين ده جزء من الدي ان اي. الدي ان ايه اللي جزء من الكروموسوم. الكروموسوم اللي جزء من النواي. النواي اللي موجودة في السيتوبلازمة بتاع الايه? الخلاة. طب يا دكتور اللفة دي بقول الله ليه? عشان افاهمك يعني ايه جين? اهو الجين ده جزء من ايه? من دي ايه? جميل جدا يا دكتر. طب مات يلا اشرح للتعريف. عناية ليك. قالك الجين ده يعني الواحد الاساسية للوراصة يعني ايه? الوراصة. طب هو بيتكون من ايه? من سجمنت. سجمنت يعني قطعة من يعني من جزء الدي ايه. بخلي بالك الجين ده الواحد الاساسية للوراصة ودي مهمة جدا يعني وراسة. هو جزء مش احنا قلنا لما رسمنا الدي ايه كده هو? قلنا ان الجين هو قطعة من الدي ايه فهو سجمنت من ال ايه? الدي ايه. قالك كاري سيكوانس سيكوانس يعني تتابع. من الانفورميشن المعلومات الوراصية. المسؤولة عن بايو كيميكال وفيسيولوجيكال فانكشن. المسؤولة عن الوظيفة الفيسيولوجية والبيو كيميائية للبكتيريا. لان الجينات في البكتيريا مش هطلع لون عينها خضر. مش هطلع صفة. لا دي هطلع فسيولوجيكال فانكشن. هي ايه الوظيفة الفيسيولوجية بتاعت البكتيريا? الوظيفة الفيسيولوجية بتاعت البكتيريا? نطلع انزيمات وتوكسنس. قالك الجينات موجودة على الكروموسومات. صح او الغلط? اتقول ايه دكتور? غلط. الجينات موجودة على الدي ايه? طب الدي ايه موجود فين? موجودة على الكروموسومات دكتور. يبقى الجينات ممكن نقول عليها موجودة في الكروموسومات ولا لا? صح. الجينات موجودة في الكرومسومات برضو لان الكرومسومات فيه دي ايه اللي هي فيها الجينات. فتتعرف الجين بكل ايه? بساطة. قلك الجينام. الجينام يعني ايه? اي حاجة في الخلقيقية اللي هي علاقة بال والورصة. اي حاجة في الخلقيقية لها علاقة بال والقراصة. حتى بتيجي في الاي معلومات الورصية. اي حاجة يعني المجموعة كل حاجة. كل حاجة ليها علاقة بالوراثة في الخلية وزن السل يعني داخل الخلية سواء دي ني اي حاجة دي بنسميها سواء كان بقى كراموسوم او حاجة اسمها هناخده كمان شوية البلازميد دي حاجة خارج الكراموسوم زياداء الخروموسوم. فالكراموسوم والاسترات وإرنية واي حاجة موجودة في البكترية دي بنسميها يعني كل حاجة موجودة. فتجي فى الامس كيو هيقولك ايه يعني كل المعلومات الوراثية الموجودة فى البكترية بنسميها ايه؟ فتقوله بنسميها جينو. بعد كده الجينوطايب والفينوطايب? خلى بالك الجينوطايب عايز اكتب اكتب جنبها مجموعة من الجينات مسئولة عن صفة معينة. اكتب جنبها بالعربة كده الجينوطايب مجموعة من الجينات مسئولة عن صفة معينة. يعني مثلا مجموعة من الجينات مسؤولة عن لون العين الاخضر. ده في الانسان. في البكتيريا مجموعة من الجينات مسؤولة عن الانزيم كزا. الفينو طيب بقى اكتب جنبها الصفة المعينة. الصفة اللي هتظهر. اكتب عنها لون العين الاخضر. لون العين الاخضر. مش فاهم يا ده. الجينو طيب ده الجينات المسؤولة عن لون العين. يعني مثلا ده الـ A-E-G اللي هيترجم ويديني العين اللي أخضر ده الـ Green O-I الفين هو طيب الصفة نفسها الـ Green A-I الصفة نفسها عشان جده في الـ MCQ بقالك Set of Genetic Material يعني مجموعة من جينات فأولا ما يقولك مجموعة من الجينات تقوله جينو طيب طيب لو قالك الـ Observed Property يعني الصفة الملاحظة اللي ظهرت على الإنسان اللي هي مثلاً Green O-I العين الخضرة اللي له هار الشعر الأصفر الصفة نفسها بنسميها كيفين طيب يا دكتور أنا تلخبط بالراحة بالراحة والهادي الجين ده جزء يميدي إن إيه وشان المعلامات الوراسية مفوش أي مشكلة بيقوم موجودة على الكروموسوم لكن الكروموسوم والإكسترا كروموسوم وأي حاجة في الخلية اللي هي علاقة بالجينات دي اسمها جينا الجينو طيب مجموعة من الجينات مسؤولة عن صفة جينات لكن الفينو طيب دي الصفة نفسها الصفة نفسها عملها لك بالهايلايتر عالطول يبقى الفينو طايم تخترع في الامس كيو أهو الخلية موجودة في النيوكلس الكروموسومات الدي إيه والجين ده جزء ميدي إيه عملت لك رسمة في المذكرة عشان إيه ما تحتاجش ترسم ورايح وتبقى فيها جي تكلم بقى على الحاجات الجينو الموجود في الخلية بكتيرية فلك أول حاجة الكروموسوم زي ما كنا قلنا في المحاضرة الأولانية ان الكروموسوم بتاع البكتيريا بيبقى مدور بيكون واحد بس تعمل بيكون كويلد دي إيه بيكون ملفوف حوالين بعضه ايه كده كتير فليل خلي بالك والله الكروموسوم بتاع البكتيريا بيبقى في دي إيه تعمل بيكون دي إيه كويلد زي ما احنا قلنا ملفوف حوالين بعض ايه? هنا. وطبعا بتدقي ان ايه بيبقى مليان جينز يعني حاجات مهمة لتنظيم الخلية. خلي بالك ان البكتيريا عندها كروموسوم بس. كروموسوم واحد بس. كروموسوم واحد بس. عشان كده بتسميه واحد بس. حتى قلت لك زيك. تعم? بنسميه يعني شبيه النواية. خلي بالك البكتيريا ما عندهش نواية. وخلي بالك بيبقى عنده هابلويد. هابلويد يعني مش عنده ستة اربعين كروموسوم. لا بيبقى عنده تلاتة عشرين ايه? كروموسوم. اللي هي فاكر الاتنين ان والواحد ان هو بيبقى واحد ايه? واحد ان. جميل. البلازميد دي بقى سؤال مهم جدا. البلازميد. البلازميد دي حاجة اكسترا كروموزومل ازاي? اهو. لو تفتكر البكتيريا كنا بنرسمها كده هو كنا بنرسم ان ده الكروموسوم بيبقى سنجل موجود في البكتيريا. وبيبقى ملفوف حوالين بعضو كده. وانه سيركولار. لقيت في البكتيريا حاجات مدورة تانية. حاجات مدورة تانية. دي اسمها بلازميد. وخلي بقى لك زي ما انت ملاحظ ان البلازميد بيبقى كتير. مش واحد بس. لكن كان واحد بس. فعشان دي حاجة ملاقاش علاقة بالكروموسوم فسميتها اكسترا كروموسومل. يعني حاجات اضافية على الكروموسوم. ملاقاش علاقة بالكروموسوم. حاجات زي ده وبتشتغل لوحدها. يا فيها جينات برضو. فيها دي ايه برضو. بس ده الكروموسوم ده حمادة. والبلازميد حمادة تاني خالص. في جينات مختلفة وفي حاجات مختلفة. حتى بص كتير. فخلي بالك ما تتلخبطش. الكروموسوم واحد بس. لكن البلازميد زي كتير وبيلهابل يا جماعة. بيلهابل. تعال كده نقرأ البلازميد قال عليها ايه? البلازميد قال لك. المعصل على النبي قال لك اول حاجة مهمة لامسي كيو انه اكسترا كروموسومة. اكسترا ايه كروموسومة. حتى من اسمه بلازميد هو زيادة زيادة على الكتيري. هو طبعا بيتكون من دبل ستراند من دي ايه شريتين من دي ايه ما اي دي ايه بيبقى شريتين. بس خلي بالك ايه مهمة لامسي كيو يعني بيتا تقصر يعني غير معتمد على الكروموسوم. الكروموسوم بيتقصر لوحده. والبلازميد بيتقصر لوحده. كل واحد في حت. يعني ما بيتمدوش على بعض كل واحد بيتقصر لوحده. وخلي بالك البلازميد اكتر بيشيل جينات شريرة وهنشوف دلوقتي. يعني الكروموسوم دايما بيوطايب البلازميد هو اللي بيبقى فيه الجينات الايه? الشرير. جميل يا دكتور حتى الان ماشيين معك. اهم حاجة اللي امسي كيو انه هو اكسترا كروموسومة اللي رقب الكروموسوم. وانه زي ما بتعتمدش على غيرها. ما اعتمد على نفسها. قال لك طبعا هو مدور برضو زي الكروموسوم يعني صورته ملفوف حوالين بعضه ايه? جامد كده. قال لك بيختلف تعم? ممكن يبقى اه حجمه واحد كيلو بيز لحد مئات من الكيلو بيز. الكيلو بيز دي فيها بلازميدات بالهابل. تعم? ممكن تبقى في نفس الطايبس او ممكن في انواع مختلفة. يعني ممكن بلازميد نفس انواع البلازميد او البلازميد بيبقى لي انواع مختلفة ممكن يبقى انواع مختلفة. وده المقارنة بينه بين كروموزوم الكروموزوم كان البكتيريا عند اشهر كروموزوم واحد لكن هنا في الجينيديكس او البكتاريا عندها بلازميدات بالهابل عندها نيومروس بلازميد قال لك خلي بالك في تعريف مهم جدا وبيكدوا عليه في المحطرة وبين السطور قال لك في حاجة اسمها ايبيزوم ما هو الايبيزوم قال لك ده بلازميد بيلزق في الكروموزوم ازاي اه دي الكروموزوم بتاع البكتاريا هو كويل ده وجميل الاقي بلازميد لزق فيه كده ارتبط بيه البلازميد عارف فيلم بتاعب الحليم اللي هو ابي فوق الشجرة ابي فوق الشجرة فهنا البلازميد فوق الكروموزوم فايبي ابيزوم ابي 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 فوق الشجرة ابيزوم ابيزوم فما هو الايبيزوم ده بلازميد على الكروموزوم ده بلازميد لازق في الكروموزوم او هتنسى اه تعريف مهم جدا موجود في محاضرة. وركز عليه الدكتور. ابيزوم ده بلازميد لازق في الكروموزوم. ابيزوم بلازميد لازق في الكروموزوم. انا خدتهم تعود ان الكروموزوم والبلازميد كل واحد بتقصر لوحده. ده حمدا وده حمدا تاني خالص. على الرأي احمد حلمي. لكن اول مرة اشوف بلازميد مرتبط بكروموزوم. فسميته ابيزوم. ابي فوق الشجرة. ابيزوم. تعم? فده بلازميد لازق في الكروموزوم. في سؤال نظر يمكن يقول لك ايه الجينات اللي انكودت باي بلازميد. يعني البلازميد لما بترجمه انكودت يعني بترجمه بيديني الجينات ايه? قالك بيديني تلات جينات مهمين جدا. جينز نسيسيري فور ريبليكيشن. يعني جينات مهمة للريبليكيشن والتضعف بتاع البكتريات. تعم? الريبليكيشن عملية التضعف يا بلاد زي ما اخدناها في بتبدأ في منطقة اسمها بداية فبنسميها منطقة البداية بتاعة فاخدنا اول تلات حروف من كلمة فسميناها وكمان مسؤولة بيترجم جينات مسؤولة عن انها تنقل الحاجات الشريرة بحاجة اسمها يعني ايا دكتور انا اخد هالفيديو الجاي ان شاء الله فاحفظها اسمي بالوقتي. فعشان بتعمل فناخد اول تاعة حروف فنسميها وكمان جينات بتعمل معينة زي ايه? جينات هتعمل يعني يا دكتور البلازميدات لو ترجمتها هتعملي مضادات حيوية اه تعملي عادي جدا. وعكسها يعني ان البكتريات تقاوم ودي حاجة شريرة جدا حتى عشان بالار فاسميناها ار فاكتور. ار فاكتور. يا دكتور البكتريا هتطلع انتيبيوتك? او هتطلع انتيبيوتك. وزي ما بتطلع انتيبيوتك بتطلع انتيبيوتك ريزيستنس. الريزيستنس دي اولاد فكرتها بكل اختصار ان انت بتدي الانتيبيوتك كان زمان يقضي مسلا على الستاف فبعد كده تدي الستاف عملت مقاومة ليه ومعتش بيقصر فيها. فعملت حاجة اسمها انتيبيوتك ايه. ممكن تعمل فاكريني اولاد اللي هي تثبيتي النيتروجين في الضربة عشان يغزي النبات. هي برضو البكتريا بتقدر تثبت النيتروجين. وكمان البكتريا البلازميد ده لو ترجمته بلاقي في جينات يعني جينات شريرة زي النيورو توكسن يعني سم. نيورو يعني عصاب يعني السم بيدمر العصاب. ده اللي بتعمله بكتريا اسمها كوليستريديام تيتاني عشان بكتريا اسمها كوليستريديام تيتاني او ممكن تحفظها دي بتطلع وده عامل شر بيدمر العصاب. وفيه فرتلتي فاكتور. فرتلتي يعني مسؤولة عن خصوبة حتى بسميه عشان فرتلتي بالف بسميه فاكتور. وهو بيساعد في عملية الترانسفير بالكونجيوجيشن. دكتور انا توت. خلي بالك الحتة دي مش موجودة عندك اصلا في المحاضرة. يعني الجينات اللي انكودت دي مش في المحاضرة. بس نزودتها اشان هتفدني في الامسي كيو. انا عارف هي تقيلة شوية. رسية بتبقى موجودة في الكتب. فانا آآ شرحتها لك يعني عشان تبقى يعني بنغطي الموضوع كله بنغطيه بالكامل. طعم? فخلي بالك تاني نعيدها ان البلازميد ده اكسترا كرومزومل. طعم? عادي من دي نيو سيركولار وكويلد وبيختلف في الحجم. وهو البكترية بيبعندها ان يمرس بلازميد زبل هبل. والبلازميد لما يلزا بالكرومزوم بنسميه ايه بزوم. طب البلازميد لما ترجمه هيدين ايه? جينات للتقاصر. جينات للترانسفير. النقل. جينات للسبسيفيك فانكشن. هنتج انتيباتيك. وهضد الانتيباتيك. انتيباتيك بروداكشن انتيباتيك ريزستنس. وهثبت النيتروجين في التربة. واطلع السم. واساعد في الفيرتاليتي. سهلة والله يا جماعة. اخر حاجة معنا النهاردة الميوتيشن. الميوتيشن اللي هي التفراط والجين ترانسفير هناخده الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى خلصنا الجيناتيكس. الجين ترانسفير اللي هو نقل الجيناتي. الميوتيشن اللي هي التفراط. ايه التفراط? التفراط للفكرة انا يبقى عندي مثلا تتابع ايه ايه جي. ده لما بترجمه ما بيدينيش اي حاجة. خلص. فما بيعملش اي مشكلة. المشكلة ان حصل اللي عليه تفرطة فخليها مسلا بقى. ومسلا اليو اي جي دي لما بترجمه بيديني سم. طيب ما كده التفرتي خطر. ده حولتلي البكتيريا الطيبة البكتيريا الشريرة. ما كده عملتلي مشكلة ومصيبة. فالجينات او التفراط في الجينات دي مصايب يا جماعة. مصايب شريرة جدا. فلق خلي بالك الميوتيشن ليه التفرط. ده يعني تغير دائم في يعني تغير دائم في تتابع. قالها نخلي بالك البكتيريا دائما بتبقى يعني واحد او تلاتة عشرين كروموسوم وبتبدأ تعمل يعني مستمرات. طب بتعمل بتتقسر ازاي بالباينري فاشن وكنا قلنا ده سؤال مهم جدا انها بتنقسم بانشطار الصينية. طب ايه انواع التفراط قالك في ميوتيشن. اللي هي التفراط التلقائية. دي بتحصل طبيعة طعم? لكن دي مستحدثة يعني حاجة لازم بتعملها ميوتا جينيك فاكتور ميوتا جينيك يوم من اسمه يعني ميوتا هتعمل طفرة يعني عامل او مادة تساعد في عمل التفراط. يبقى دي بتحصل طبيعي لكن دي لازم مادة تعملها. تعم? فدي بص حتى بلوك دي بتحصل طبيعي وزاوت اهام حاجة لازم سي كيو وزاوت 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 ميوتا جين ما بتحتاجش ميوتا جين لكن دي هي اللي بتحتاج ايه ميوتا جين. الميوتا جين المادة اللي تعمل تفرق الله الريديو اكتيفتي الاشعة ياولاد او الالترا فايلت رايز اشعة الشمس الفوربة نفسجية او الالكليتنج كيمكنز الموادل ايه الكميائية. هنكتفل كده النهاردة. والفيديو الجاي ان شاء الله نشرح الجين ترانسفير نقل الجينات ونخلص الجينتك السبعون الليها. فاحنا النهاردة والله الموضوع بسيط ما خدناش اي حاجة. احنا خدنا تعريف الجين. والجينة معرفنا ان ده كل حاجة في البكتيريا. والجين وطايب دي مجموعة من جينات. لكن الفين وطايب دي الصفة نفسها زي اللون العين اللي اخضر او السم نفسه. وعارفنا خصائص الكروموزوم والبلازميد. وانا ده حمادة وده حمادة تاني خالص. وعارفنا وانواع. بالتوفي يا حبايب قلب ان شاء الله. واستنوا الفيديو الجاي ممتع جدا وداسم. وعايزك تركز وتزبط الدنيا وما تراكمش عليك فيديوهات. ولو واقف معك اي حاجة اسألوني بالتوفي يا حبايب قلب ان شاء الله.